نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء وأكد المركز الإعلامي أنه وبعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومحافظة شمال سيناء أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة وأوضح أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس وتبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة